بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلاب وطالبات الشهادة السانوية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم أعزائي اليوم مع حلقة جديدة من حلقات دروس اللغة العربية حلقة اليوم أعزائي مكونة من قسمين ندرس في القسم الأول كتاب الأدب العربي في العصر الحديث وموعدنا هذا اليوم مع مدرسة رومانسية أو جزء من الرومانسية وهي جماعة المهجر أو أدب المهاجر وهذا النوع من الأدب نجد فيه شعراء هذه المدرسة قد هجروا أوطانهم وذهبوا إلى الأمريكتين واستوطنوا هناك لذلك سمي أدبهم بأدب المهاجر أو جماعة المهجر تعالوا نتعرف على هذه المدرسة من خلال الأسئلة التالية نبدأ بسؤال لماذا سميت هذه المدرسة بالمهجر؟ نقول لأن شعراءها هجروا أوطانهم إلى الأمريكتين نقصد بالأمريكتين أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية سؤال آخر ما أسباب الهجرة؟ من هذه الأسباب الاتهاد السياسي الصراع الديني المزهبي انتشار الفقرة والبحث عن الرزق حب المغامرة والتطلع إلى الحرية تعالوا إلى سؤال آخر كيف أثرت البيئة الجديدة في حياتهم؟ نقول وجدوا أن التراث الحضاري والثقافي الغربي يختلف عن وطنهم لبنان ولم يحقق لهم الوطن الجديد أهدافهم وتطلعهم إلى المثل كما نجدهم قد تأثروا بكل ما هو جديد فأهملوا تراسهم وتغنوا بالحرية ودفعهم ذلك إلى التحرر من قيود الشعر التقليدية سؤال آخر مهم ما مظاهر نشاط جماعة المهجر؟ ظهر نشاطهم فيما يلي أولا الرابطة القلمية وقد تأسست في نيويورك سنة 1920 بأمريكا الشمالية بريادة جبران خليل جبران ومعه إيليا أبو ماضي ونسيب عريضة وميخايل نعيمة وغيرهم من الشعراء كثيرون وقد مالوا إلى التجديد وثاروا على الشعر التقليدي أي ابتعدوا عن الشعر التقليدي وذهبوا إلى كل ما هو جديد في عالم الشعر ثانيا العصبة الأندلسية وقد تأسست في البرازيل سنة 1933 بأمريكا الجنوبية من شعرائها رشيد خوري وفوزي المعلوف وإلياس فرحات وغيرهم أيضا وقد مالوا إلى المحافظة على القديم والاتصال بالجديد يسألني سائل لماذا كانت الرابطة القلمية تسور على التقليد وتهتم بالجديد ولماذا كانت العصبة الأندلسية تمزج وتدمج بين القديم والجديد نقول إن العصبة الأندلسية في أمريكا الجنوبية وجدوا حضارة المسلمين بالأندلس ولذلك تأثروا بها كما تأثروا بالموطن الجديد فكان شعرهم يمزج بين التجديد والأصالة أما بالنسبة للمدرسة الأولى الرابطة القلمية فقد وجدت في وطنهم الجديد كل ما هو جديد ولم يجدوا شيء يوصلهم أو يجعلهم يفتصلون بحضارتهم أو بأصالتهم فلذلك صاروا نحو التجديد ونسوا كل ما هو أصيل تعالوا إلى سؤال آخر ما العوامل المؤسرة في أدب المهجر؟ من هذه العوامل امتزاج ثقافتهم العربية بالثقافة الغربية فلتج عن ذلك ثقافة جديدة اختلفت عن ثقافة شعراء المشرق أيضا الشعور بالحرية والتغني بها كذلك شعورهم بالغربة وحنينهم إلى أوطانهم الأم أيضا التأثر بالموطن الجديد من الناحية الاجتماعية والحضارية هذا بالإضافة إلى تطلعهم إلى القيم العليا والمسل مما جعلهم يعانون القلق ويفرون إلى الطبيعة مثال ذلك قول إيليا أبي ماضي نصي الطين ساعة أنه طين حقير فصال تيها وعربدا وكسل خز جسمه فتباهى وحوى المال كيسه فتمردا سؤال آخر ما خصائص أدب المهجر من حيث المضمون أو التجديد في الموضوعات من هذه الخصائص نجد لديهم أولا النزعة الإنسانية وتهزيب النفس ونشر الخير والجمال كقول إيليا أنا بالحب قد وصلت إلى نفسي وبالحب قد عرفت الله كذلك النزعة الوجدانية التي تقوم على معرفة الشاعر لنفسه وتعمقه في أسرارها كقول إيليا أنا لا أذكر شيئا عن حياة الماضية أنا لا أعرف شيئا عن حياة الآتية ليا ذات غير أني لست أدري ما هي فمتى تعرف ذاتي كنها ذاتي لست أدري أيضا التأمل في حقائق الكون والموت والحياة كقول ميخايل نعيمة وعندما الموت يدنو واللحد يفغر فاه أغمض جفونك تبصر في اللحد مهد الحياة أيضا الاتجاه إلى الطبيعة والامتزاج بها وتجسيدها كقول شكر الله الجر رتلي يا طير ألحانك في هذه السفوح هو ذا الليل وقد أهرم يمشي كالكسيح كذلك السماحة الدينية وعدم التعصب كقول رشيد أيوب أصلي لموسى وأعشق عيسى وأتل السلام على أحمد أيضا النزعة الروحية فلجأوا إلى الله بالشكوى ودعوا إلى المحبة والأخوة الإنسانية كقول نسيب عريضة وإذا شئت أن تسير وحيدا وإذا معترتك مني ملالة فامضي لكن ستسمع صوتي صارخا يا أخي يؤجر رسالة أخيرا من خصائصهم من حيث المضمون الحنين إلى الوطن الأم ققول نعم قازان غريب أراني على دفة كأني غيري على دفتي فحتى السواقي إذا نغمت كأن السواقي بلا نغمة فلا لا أحب سوى قريتي ولا لا أريد سوى أمتي سؤال أخير ما خصائص المدرسة من حيث الشكل أو التجديد في الفن الشعري من هذه الخصائص حبهم للتجديد جعلهم يخرجون على قواعد اللغة كذلك اهتمامهم بالنسر أيضا ميلهم إلى الرمز كذلك اتخاذهم الصورة الشعرية وسيلة للتعبير مثل قصيدة التينة الحمقاء لإيلي أبي ماضي أيضا التمسك بالوحدة العضوية والاهتمام بالصورة الشعرية كذلك الميل إلى اللغة الحية والكلمة المعبرة كقول جبران في قصيدته البلاد المحجوبة مخاطبا نفسه هو ذا الفجر فقومي ننصرف عن ديار ما لنا فيها صديق أيضا التحرر من قيود الوزنة والقافية واتباعهم نظام المقطوعات وشعر التفعيلة أي خرجوا عن النمط التقليدي للقصيدة العربية وهو الوزنة والقافية إنما استخدموا نظام الشعري أو شعر التفعيلة الواحدة ننتقل بكم أعزائي إلى الشقة الثاني من حلقة اليوم ومعنى نص نطبق هذا النص على مدرسة المهجر أو أدب المهاجر ومعنى نص من أنت يا نفسي والشاعر مخايل نعيمة نبدأ الحديث بنبدأ عن الشاعر ولد نعيمة عام 1889 بلبنان سافر وهاجر إلى أمريكا الشمالية واستوطن في مدينة نيويورك حصل على الجنسية الأمريقية ثم انضم إلى الرابطة القلمية التي أسسها أدباؤها العرب في المهجر وكانت بريادة الشاعر جبران خليل جبران جو النص يعبر الشاعر في هذه القصيدة أو في هذا النص عن حيرة الإنسان أمام الظواهر الطبيعية مع التأمل في النفس البشرية ومحاولة استخراج مكنوناتها إذا تحدثنا عن نوع التجربة التي مر بها الشاعر كما علمنا أنها إما ذاتية أو عامة أو ذاتية تحولت إلى عامة نختار نوع التجربة ذاتية تحولت إلى عامة وذلك لأنها خرجت عن نطاق الفرد إلى النطاق الإنساني عاطفة الشاعر إذا سألنا سائل ما عاطفة الشاعر نقول هي عاطفة الحيرة والقلق اللون الأدبي الذي عبر به الشاعر نقول يعتبر هذا النص أو تعتبر هذه القصيدة من الشاعر الإنساني الوجداني غرض النص الدعوة إلى التأمل في النفس نذهب أعزائي إلى فكرة النص الأولى وتحمل عنوان البحر وأسئلة متتابعة يقول الشاعر إن رأيت الفجر يطغى الموج فيه ويثور أو سمعت البحر يبكي عند أقدام السخور ترقب الموج إلى أن يحبس الموج هديرة وتناجي البحر حتى يسمع البحر زفيرة راجعا منك إليه هل من الأمواج جئتي؟ ألف من السؤال عين في المقطع السابق كلمة مضادها يعتدل وأخرى تعني اضطرابه إذا نظرت إلى المقطع سنجد أن هناك كلمة يطغى فهي مضاد لكلمة يعتدل وإذا نظرت إليه أيضا سنجد قوله زفيره فهي تعني اضطرابه باء من السؤال في هذه الأبيات يبدو حوار بين طرفين من هما؟ ثم لخص الحوار الطرف الأول هو الشاعر والطرف الآخر هي النفس فهو يتحدث إلى نفسه فحوى الحوار وملخصه يبدأ الشاعر بالحديث عن البحر في قوته وثورته ثم في هدوئه واستكانته التي تبدو في ضعفها تبكي حين تصطدم بالسخور وتتكسر فيطلب من نفسه أن تناجيه وتمتزج معه وتبادله حركة بحركة ونفس بنفس لأن النفس تشتاق دائما إلى ما يشبهها ثورة أو هدوءا جيب من السؤال استخرج من المقطع السابق لونا بيانيا واذكر نوعه وسر جماله اللون البياني في قوله سمعت البحر يبكي لونه لون نوع استعارة مكنية حيث شبه النفس إنسانا يسمع وكذلك البحر يبكي شبه البحر شخصا يبكي وسر جمالهما في صورتين التشخيص استخرج أيضا محسنا بديعيا واذكر نوعه وأثره سنجد بين قوله منكي إليه محسن بديعي نوعه طباق وأثره توضيح المعنى وإبرازه وذلك لأنه بالأضاد تتضح الأشياء استخرج أسلوبين مختلفين واذكر نوع كل منهما وغرضه في المقطع سنجد الأسلوب الأول هل من الأمواج جئتي هو أسلوب إنشائي نوعه استفهام غرضه الحيرة أما الأسلوب الثاني فهو نفس التعبير السابق هل من الأمواج جئتي أسلوب قصر بتقديم الجار والمجرور من الأمواج على الفعل جئتي دال من السؤال في عنوان النص استخدم الشاعر الاستفهام فما المعنى الذي يتضمن نقول يتضمن العنوان معنى الحيرة لدى الشاعر تجاه حقيقة هي حقيقة الوجود الإنساني وهذه مسألة تؤرقه حيث تجعله يبحث دائما حول حقيقة نفسه ننتقل أعزائي إلى الفكرة الثانية بعنوان الامتزاج بالطبيعة يقول فيها الشاعر إن سمعت الرعد يدوي بين طيات الغمام أو رأيت البرق يفري سيفه جيش الظلام ترصد البرق إلى أن تخطفي منه لظاه ويكف الرعد لكن تاركا فيك صداه هل من البرق فصلتي أم مع الرعد حضرتي تعالوا إلى هذا السؤال ألف تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يلي مفرد الغمام غمة غيمة غمامة غامة نعم كنت أسمع من يتحدث إنه الإختيار السالس غمامة مرادف يفري يعم يشق يمر يدق بالطبع الإجابة الصحيحة هو الإختيار الثاني يشق مضاد يكف يتوقف يترقب يتمسك يتمادى نعم هذا صواب الاختيار الرابع يتمادى باء من السؤال بين ما يبرزه المقطع السابق مع الحفاظ على صحته اللغوي هذا سؤال يتطلب بالشرح ولكن صغناه بطريقة مختلفة يخاطب الشاعر نفسه ممتزجا بالطبيعة قائلا لها هل سمعت الرعد بصوته الشديد بين السحاب المتراكم وهل شهدت البرقة يشق الظلام بضوئه السريع فيفرق الظلام فالطبيعة السائرة تشبه نفسه الحائرة فكأن نفسه خرجت من البرق والرعد وكأنهما جزء منهما جي من السؤال عين في المقطع السابق لونين بيانيين مختلفين محسنين مختلفين أسلوبين مختلفين مع توضيح كل منها وبيان سر جماله وأثره اللون الأول البياني سنجد قوله جيش الظلام هذا تشبيه للظلام بالجيش وفيه توضيح اللون البياني الثاني قوله ترصدي البرق هي استعارة مكنية حيث شبه النفس بإنسان يرصد سر جمالها التشخيص أما المحسن البديعي الأول بين البرق والظلام بينهما طباق يوضح المعنى ويبرزه المحسن الثاني الرعد وصدا فيهما مراعاة نظير يسير الزهن الأسلوب الأول تختفي منه صدا هو أسلوب قصر بتقديم الجار والمجرور منه على المفعول به صدا وذلك للتوكيد والتخصيص الأسلوب الثاني هل من البرق فصلتي هو أسلوب إنشائي استفهام غرضه الحيرة دال من السؤال للخيال دور واضح في القصيدة وضحه نقول استطاع الخيال أن يلعب دورا رئيسا في إظهار فكرته ومشاعره حيث أوضح طبيعة القلق والحيرة لدى الشعر نذهب بعد ذلك سريعا إلى الفكرة الثالثة وتحمل عنوان علاقة النفس بالريح يقول الشاعر إن رأيت الريح تذري الثلجة عن روس الجبال أو سمعت الريح تعوي في الدجا بين التلال تسكن الريح وتبقى باشتياق صاغية وأناديكي ولكن أنت عني قاصية في محيط لا أراه هل من الريح ولدتي؟ ألف من السؤال تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يلي مرادف تذري تعلو تحتخر تفرق تمحو بالفعل الإجابة الصواب الإختيار الثالث تفرق مفرد الدجا الدجية الداجي الداجية الدجوة نعم صواب الإختيار الصواب هو الأول الدجية مضاد قاسية عنيدة قريبة فريدة حميدة بالطبع الإختيار الثاني هو الصواب قريبة باء من السؤال وضح في هذا المقطع ما فيه من تفاعل بين نفس الشاعر والطبيعة نجد أن نفس الشاعر تتفاعل مع الريح العنيفة التي تبعصر السلجة من قمم الجبال بقوتها واندفاعها أو مع الريح التي تعوي حيث تحاصرها الجبال من كل جانب وقد تهدأ الريح فلا يكاد يسمع لها صوت مثل نفسه فائرة ساكنة فلا تجيبه مهما حاول فهمها والاتصال بها جيد من السؤال عين في المقطع كناية استعارة جواب شرط ووضح علاقته بما قبله الكناية في قوله الريح تذري السلج هي كناية عن شدة الريح سر جمالها الإتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه في إيجاز وتجسيم ونحن نعلم أن الكناية من الألوان البيانية وهي تعبير مجازي أما الاستعارة في قوله الريح تعوي هي استعارة مكنية حيث شبه الريح وكأنها ذئاب تعوي ولعل هذه الصورة فيها نوع من القتامة وفيها نوع من الخوف سر جمالها التجسيم أما جواب الشرط إذا ما استعرضنا المقطع سنجد أن أسلوب الشرط يتكون من قوله إن رأيت ويذهب بالجملة إلى جواب الشرط تسكن الريح فكأن أسلوب الشرط بالكامل عندما نقرأ من المقطع إن رأيت الريح تذري الثلج عن روس الجبال أو سمعت الريح تعوي في الدجا بين التلال تسكن هذا هو الجواب تسكن الريح فهو جواب شرط له علاقة بما قبله هي النتيجة فكما نعلم أي جواب شرط علاقته بما قبله نتيجة لأن أسلوب الشرط يربط بين النتائج والأسباب ويتكون من سلاسة أجزاء أداة الشرط وفعل الشرط والجواب تدرير سلق تعالوا إلى سؤال أخير عين في المقطع السابق تعبيرا فيه استدراك وآخر يدل على عدم تحري الدقة اللغوية لعلنا أعزائي إذا ما تعرضنا لهذا السؤال تعبير فيه استدراك حفظنا أن لكن هي التي تفيد الاستدراك والاستدراك يستدرك ما قبل لكن عما بعد لكن بشرط أن ما بعد لكن هو الصواب وما قبلها هو الخطأ فإذا التعبير الذي يدل على الاستدراك قوله أناديك ولكن أنت عني قاسية فقوله أنت عني قاسية هو القول الصواب فالأداء لكن تفيد الاستدراك أي تمنع الفهم الخاطئ أما التعبير الذي يدل على عدم تحر الدقة اللغوية فنجد في هذا المقطع وإن كنا نجد لدى شعراء المهجر سقطات لغوية وعدم تحر للدقة كاستخدام بعض حروف الجر في غير موضعها أو استخدام بعض الأفعال في غير تصريفها أو استخدام بعض الجمل الإسمية في غير طبيعتها وهذا طبيعي لدى شعراء المهجر الذين وقعوا في أخطاء لغوية شائعة ونحوية شائعة ولعل ذلك يعود إلى تأسرهم بالموطن الجديد وبعضهم التام عن أصالتهم وعن حضارتهم في المشرق تعالوا لننظر إلى هذا التعبير الذي يدل على عدم تحر الدقة اللغوية قوله تذري في أول المقطع والصواب أن يقول تذرو وذلك كقوله تعالى فأصبح شيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا وكما قلنا هذه أخطاء شائعة لدى شعراء المهجر بهذا أعزائي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة إلى لقاء آخر قريب أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته